اشتركوا في القناة والتي كان من ابرزها بقاء معدلات البطالة في حدودها الامنة والمستقرة اكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان ان العام 2016 شهد سلسلة من الخطوات والبرامج الداعمة للمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية المتعارف عليها دوليا كان من اهمها تفضل مجلس الوزراء الموقر باعتماد مشروع توظيف وتأهيل 15 الف بحريني وذلك في الثاني والعشرين من فبراير عام 2016 حيث شكل هذا المشروع المرحلة الثانية من مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين اثنين الذي استهدف توظيف وتأهيل عشرة الاف بحريني وحقق نتائج ايجابية مشجعة وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان الوزارة قامت في العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة متطورة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة والتي تستهدف توفير فرص نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني حيث توفر المعارض فرصة مناسبة لاصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنفس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد والاستفادة من الخدمات التنظيمية وبرامج الدعم المقدمة من الوزارة كما تتيح المطابق المباشرة بين الشواغر المعروضة والباحثين حسب تقصصاتهم وتوفير الفرصة للباحث عن عمل وصاحب العمل لاختيار ما يناسبه حيث تم تنظيم أربعة من معارض التوظيف النوعية المتخصصة خاصة وأن هذه المعارض تعتبر من أهم الأنشطة التي توفر فرص العمل المناسبة للمواطنين من خلال اللقاء المباشر بين ممثل مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل كما أشار الوزير أن المعدل السنوي العام للبطالة بلغ في العام 2016 أربعة بالمئة مضحا أن إجمالي القوى العاملة الوطنية قد بلغ 196666 مواطن من العام نفسه وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل المسندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر